هذه أبرز العناوين رايان مايي يمكننا تحقيق نتائج مهمة رسميا الزلزول يصدم المغرب وخليل الزيت ويختار تمثيل المنتخب الإسباني أبو خلال الجماهير المغربية الأفضل في العالم والسعيد بترشيح لجائزة أفضل لاعب إفريقي شاب لسنة 2021 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رايان مايي يمكننا تحقيق نتائج مهمة أشهد رايان مايي لعب فرانك فاروش المجاري بالأجواء التي تمر فيها تحضيرات المنتخب الوطني الأولى للمشاركة في نهائية كأس أمام فرقية الكاميرون وقال الدولي المغربي إن الأجواء هنا جيدة جدا جميع اللاعبين بتركيز عالي على التحضيرات وجميعنا عدنا للمنتخب بذهنية جيدة ومعنوية مرتفعة وزاد جميعنا نرغب في تقديم أفضل ما لدينا من أجل الذهب بعيدا في نهائية كأس أمام فرقية ونبعث الفرح والفخر والاعتزاز لجمهور المغرب وأظهر ما يتفاوله بقدرة المنتخب الوطني على تقديم مستوى جيد في نهائية كأس أمام فرقية وتابعة أعتقد أن المجموعة في حال جيد جيدة وهذا ما نسعر به كذلك حينما نكون في الملعب مضيفا أعتقد أن هذا الأمر جيد وسيساعد على تقديم مستوى جيد في النهائيات أعتقد أننا سنترجم هذا الأمر فوق أرضية الملعب وأفصح المتعلق في تصفية المونديال رفقة أصول الأطلس أن هدفه من المشاركة في الكان هو مساعدة المنتخب الوطني على الذهاب بعيدا في البطولة القارية وقال هدفه من المشاركة رفقة المنتخب الوطني في نهائية كأس أمام إفرقية هو المساهمة في تقديم مستوى جيد وتحقيق أفضل النتائج من خلال الحفاظ على أفضل درجة التركيز وتقديم أقسى ما لديه والسرسل أعتقد أن الإمكانيات التي يتوفر عليها المنتخب الوطني كفيلة بتمكينه من تحقيق أفضل النتائج في النهائيات رسميا الزلزول يصدم المغرب وخلل الزيت ويختار تمثيل المنتخب الإسباني قرر عبد الصمد الزلزول لاعب نادي بارشلون الإسباني تمثيل المنتخب الإسباني معتادرا عن اللاعب لصالح المنتخب الوطني المغربي وفق ما أكدت صحيفة مارك الإسبانيا وقالت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار أن الزلزول يراصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأخبرها بعدم رغبته في اللاعب رفقة أصول الأطلس وأنه اختار تمثيل المنتخب الإسباني وكان الناخب الوطني وحيد خلول الزيتش قد أشهر خلال نذوة صحافية عقدها الأسبوع الماضي للكشف عن اللائحة النهائية لللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الكان أن عبدالصمد الزلزولي يوجد ضمن قائمة اللاعبين المعاول عليهم في الكان وكان عبدالصمد الزلزولي صاحب العشرون عاما قد حصل مؤخرا على الجنسية الإسبانية فيما تم الإعلان اليوم من طرف برشلون عن إصابته بفيروس كورونا وكان الزلزولي قد أضاف عبر حسابي الشخص بالإنستغرام بأنه لاعب للمنتخب الوطني المغربي قبل أن يسحبها قبل قليل أبو خلال الجماهير المغربية الأفضل في العالم وسعيد بترشيحي لجائزة أفضل لعب إفريقي شاب لسنة 2021 أعرب زكري أبو خلال جنحو ألكمار الولندي عن سروره باختياره ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لعب إفريقي شاب لسنة 2021 والتي تنظمها صحفة فوت أفريكا منويا في الوقت نفسه من الجماهير المغربية التي اعتبرها الأفضل في العالم وقال الدولي المغربي في تصريح لموقع البطولة سعيد للغاية بتواجد في لائحة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لعب شاب في إفريقيا لسنة 2021 الآن لدي طمح كبير وهو الذهاب لأبعد نقطة مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا وأضاف المتحدث نفسه قائلا لدينا منتخب يعيش بنجوم كبار وأعتبر الجماهير المغربية الرقم واحد في العالم أكين لها حبا كبيرا ونشعر بها وبمسندتها رغم أن الأنصار غير متواجدين في المدرجات بسبب وباء كورونا مصرور بتمثيل المغرب في هذه الجائزة حاليا الاستعدادة لكأس أمم إفريقيا انطلقت بشكل جيد وهدفنا الذهاب إلى أبعد نقطة وتشريف الكرة المغربية في الكاميرون ويتواجد أبو خلال ضمن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني التي تتأهب لخوض نهائية كأس أمم إفريقيا المزمع إجراءها في الكاميرون ما بين التاسع من يناير والسادس من فبراير القادمين بمشاركة 24 منتخبا على عكس ما روج بالجزائر كأس أفريقيا ستقام بالعيون وفي موعد جديد حسم الاتحاد الأفريقي لكورة اليد في الموعد النهائي لإقامة كأس أمم إفريقيا بعدما قررت سابقا تأجيلها إلى موعد لاحق علما أنها كانت مقررة أن تقام خلال شهر يناير القادم بمدينتي العيون وقلميم وربطت تقارير صعفية جزائرية قرار تأجيل المسابقة وإلغاء القرعة التي أجريت مطلع شهر دجمبر القادم إلى ضغوطات ما رستها ديبروماسيتها بحكم إقامة هذه البطولة بمدينة العيون المتوجدة في جنوب المملكة المغربية غير أن مصادر داخل الاتحاد الأفريقي كشفت بأن قرار التأجيل يعود إلى الحالة الوبائية المقلقة فضلا عن قرار إغلاق الحدود الجوية للمملكة المغربية ليقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة الياد إقام النسخة الخامس والعشرين لكأس أمم إفريقية للهوندا خلال الفترة الممتدة من السادس والعشرين نيونيو إلى السادس من يوليوز الفين واثنين وعشرين بمدينتي قلميم والعيون الأصود يقاربون خليل الزيت من اعتزال التدريب والمدريب البوصني يفتخر بإنجاز الرجاء قال وحيد خليل الزيت مدريب المنتخب الوطني لكرة القدمة إنه سينهي مسيرة التدريبية بشكل ستنائي في حال تحقيق التأهل إلى كأس العالم قطر ألفين واثنين وعشرون رفقة الأصود واضف المدريب البوصني في حوار أجره مع الموقع الساربي اسبورت كلوب أنه يتمنى تحقيق المتأهل إلى المونديال مع أربعة منتخبات تولى قيادته ويتعلق الأمر بالكودفور واليابان والجزائر مشترا إلى أنه في حال تحقيق ذلك مع المنتخب الوطني فسينهي مسيرته التدريبية بشكل ستنائي وعاد خليل الزيت ليتحدث عن فترة إشرافي على تدريب الرجاء الرياضي حيث اعتبر تجربته مع الفريق الأخضر واللقب الأفريقي الذي حققه سنة 1997 بتتوجه مع الفريق بلقب دور أبطال أفريقيا اعتبره بمثابة الإنجاز التاريخي بالنسبة له وحول ما إذا توجه مع الأصود بلقب كدس أفريقيا أجاب خليل الزيت قائلا الفوز في مثل هذه البطولة المرموقة سيكون إنجازا كبيرا في مسيرتي لكن من الصعب تحديد ما إذا كانت ستكون الأفضل إلياس شاعر لعب كوينس بارك رانجرز الإنجليزي يلتحق بالمنتخب الوطني المغربي نشرت صحيفة المنتخب المغربي تصريحا جديدا لعبد الكريم شاعر والد إلياس شاعر لعب كوينس بارك رانجرز الإنجليزي قال فيه إن نجلة لا يشعر بأي آلام وسيكون حاضرا مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا وأكد عبد الكريم شاعر أن إلياس سيلتحق رفقة زملائه المغرب في إنجلاتر بمواسكرة أسود الأطلس بعد نهاية فترة مباراة البوكسينغ داي في كرة القدم الإنجليزية وبهذا يكون الدولي المغربي إلياس شاعر جاهز للمشاركة في كأس أفريقيا المقبلة 2021 بالكاميرون بعدما كانت الشكوك تحم بشأن مشاركة الشاعر مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق في الكاميرون يوم التاسع من يناير وتستمر حتى السادس من فبراير 2022 ترجمة نانسي قنقر